أكد المستشارة دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية على كافة الأصعدة جاء ذلك على همش مشاركته في أعمال المنتدى البرلمانية العاشر لدول تجمع بريكس بروسيا حيث التقى جبالي رئيس مجلس النواب الروسي فايتشيزلاف فولودين مبديا تقديره التام لتنظيم البرلمان الروسي لأعمال المنتدى مع تطلع لمخرجات بناء من المنتدى تسهم في تطوير التعاون البرلماني بين دول التجمع من جانبه ثمن رئيس مجلس الدومة الروسي المشاركة البرلمانية رفيعة المستوى لمجلس النواب المصري في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس مؤكدا أن ذلك يعكس العلاقات المتميزة والراسخة بين مصر وروسيا على كافة الأصعاد